موسيقى مشاهدين اهلا بحضراتكم في ظل الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة اتمام السنوية العامة للعام الدراسي 23-24 تحرص وزارة التربية والتعليم على استفاء استمارة تقدم الامتحان يجب على الطلاب تسجيل استمارات الالكترونية بداية ان شاء الله من يوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024 مع حفظ البيانات واضبعتها بكل مجتملاتها على ان يكون اخر موعد لتسجيل الاستمارات الالكترونية على الموقع الالكتروني يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 اتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب السنوية العامة تسجيل استمارة التقدم الامتحانات السنوية العامة 24 من خلال الرابط التالي لملء الاستمارة وهو moe-register.emis.gov.eg توجه الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد اللي هيتم الامتحان فيها بالاستمارات الالكترونية وهي هتكون كالآتي اولا بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية يكون فيها اللغة العربية اللغة الاجنبية الاولى اللغة الاجنبية التانية التاريخ الجغرافية علم النفس والابتماع الفلسفة والمنطق التربية الدينية التربية الوطنية الاقتصاد والاحسن تاني حاجة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية علوم هيكون فيها اللغة العربية اللغة الاجنبية الاولى اللغة الاجنبية التانية فيزياء كيميا احياء جولوجيا علوم بيقية تربية دينية تربية وطنية وأخيرا اقتصاد وإحصاد تاريخ حاجة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية الرياضيات هيكون فيها اللغة العربية اللغة الاجنبية الاولى اللغة الاجنبية التانية فيزيا، كيميا، رياضيات بحثة، رياضيات تطبيقية، تربية الدينية، التربية الوطنية وأخيرا الاقتصاد والإحصار بتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية لاتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات تقدم الامتحانات ولا يسمح بقبول أي استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المقتصر أيضا نأكدت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات السنوية العامة 24 موحدة في الأسئلة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية موزعة ما بين جزئيات اختيارية ومقلية حسب طبيعة كل مادة بيؤدى الطلاب الامتحان في توقيت واحد الاختياري والمقالي بنفس مواصفات العام الدراسي الماضي فتضمن 30% لمستويات العقلية البسيطة و70% لمستويات العقلية المتوسطة والعالم جزئية تانية وعلى جانب آخر أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم توقيع طلاب السنوية العامة أثناء تسجيل استمارة تقدم الامتحانات السنوية العامة على إقرار عدم حيازة التليفون المحمول أثناء أداء الامتحان وأنه سوف يتعرض الطالب لعقوبة الحرمان من الامتحان حال حيازته للتليفون المحمول سواء استخدمه في الغش أو لم يستخدمه من الأساس فحذرت الطلاب من حيازة أي وسيلة غش أثناء أداء الامتحانات لعدم الإضرار بمستقبله مرة تانية هعيد لحضراتكم الجزئية دي أنه سيتم توقيع طلاب السنوية العامة أثناء تسجيل استمارة تقدم الامتحانات السنوية العامة على إقرار عدم حيازة الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحان وأنه سوف يتعرض الطالب لعقوبة الحرمان من الامتحان حال حيازته للهاتف المحمول سواء استخدمه في الغش أو لم يستخدمه من الأساس وحذرت الطلاب من حيازة أي وسيلة غش أثناء أداء الامتحانات لعدم الإضرار بمستقبله بالتوفيق لجميع أخواتنا وأبناء الطلبة والطالبات دي كانت كل تفاصيل المتعلقة باستمارة السنوية العامة والتعامل مع الهاتف المحمول هذا العام أشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء